قتل ما لا يقل عن أحد عشر شخصاً وأصيب أربعون آخرون في هجمات على مصلين أثناء حضورهم قداس الأحد في ثلاث كنائس في مدينة سورابايا ثاني أكبر مدن إندونيسيا وقال مسؤولون أمنيون أن الانتحاريين اثنين يشتبه بأنهما من جماعة ترتبط بتنظيم داعش قد نفذى الهجمات التحقيقات في ميدان الجريمة لا تزال قائمة لا يزال هناك جسس لم نكتشفها بعد وقد تأكدت من مقتل ثمانية أشخاص والآن وردنا خبر نقل ضحية إضافية إلى المستشفى وأعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجمات حيث قال في بيان ثلاثة هجمات استشهادية توقع أحد عشر قتيلاً وواحد وأربعون جريحاً على الأقل من حراس الكنائس والنصارى في مدينة سورابايا بإقليم جاوى الشرقية في إندونيسيا إلا أنه لم يقدم دليلاً يذكر على مزاعمه فيما أمرت الشرطة بإغلاق كل الكنائس في المدينة بشكل موقع يوم الأحد وألغاء مهرجان ضخم للطعام في المدينة من جهته وصف الرئيس الإندونيسي جوكويدودو الهجمات الانتحارية بالهمجية آمراً الشرطة بتعقب الجنات وأضاف في إفادة صحفية أن طفلين استخدما في أحد التفجيرات الانتحارية شكراً لكم